ما بنا نتكلم عن الوطن لأنه كمان ورطة الأوطان مع الأخوان المسلمين ورطة كبيرة وطوز في مصر وفلسطين نكشت إسنان هو الوطن حفن عافنا من التراب شيخ ربان عنده كلام كثير في الوطن عن الفكرة بده أخططة لحالها بس من ضم كلماتي رسالة دعوتنا في رسالة دعوتنا أو من قلسين دعوتنا أما وجه الخلاف بيننا وبينهم فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية لا بالتخوم الجغرافية والقرآن يرد عليك يا شيخ حسن شئت أم أبيت شئت أم أبيت كم مرة في كتاب الله تبارك وتعالى إنما ينهوكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم اللي هي مكة أرض الشرك والكفر صحيح؟ ديار محمد هي مكة وهي بلاد كفر وبلاد شرك كل الآيات وأخرجوا فالذين هاجروا وأعوذوا في سبيل وأقاتلوا وأخرجوا من ديارهم وأعوذوا في سبيل من ديارهم خرجنا من ديارنا وأبنائنا الحشر ديارهم وأموالهم عندما يقول ديارهم 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 لا الوطن يا جماعة هذه شغلة واقعية شيخ البنم لم يكن مفكّن طبعا هو هو إنسان يعني زي ما يقول لأيش تعلم وإيش كذا ما قال الفكر فكر المقولات إما إنشائية وإما خبرية لا يمكن مهما أوتيت من حذق وذكاء وحماس عقدي وعيدولوجي أن تحول المقولة الخبرية إلى مقولة إنشائية هتقول ما فهمتش حاجة كلام عادي هذا ولا في أي شيء سهل جدا وبسيط الحين إيه أبوك كونه أباك مقولة خبرية وإنشائية هذه خبرية هذه حقيقة واقعية شيء تأم أبايت أبوك هو أبوك أنت تحمل نصف جيناته أخوك من أبيك وأمك شقيقة أو حتى إيه لأب أو الأم هو أخوك شقيقة أو لأبي أم مقولة خبرية وطني وأنه هذا البلد الكافر أي أن كان مكة أو غير مكة هذا وطني شيء تأمى بيت هذا الوطن صحيح بصنع على فكرة الشيخ حسن بنا بعد محاولة تفجير محكمة الاستئناف لا أريد أن أدخلكم في تاريخ مرة ثانية لكن أدعوكم أنا أدعوكم إلى أن تقرأوا بتدقيق وتفصيل تاريخ جماعة الإخوان وأولا من مصادرهم عشان ما تظلمون اقرأوا ما كتبه قياداتهم سواء في التنظيم الخاص أو في الجماعة اقرأوا وسوف تقعون على مثل هذه الأشياء وسوف تندهجون شيخ البنة هذا بيان للناس ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين في البيانين كان ممتازا ويتبرأ من الجريمة ويتبرأ من الإرهاب ومن سفك الدماء وكذا كذا وأبدا أبدا ويؤكد سلميته وسلمية جماعته وحرصها على استخرار البلد وعدم كذا وبعد فترة بسيطة محاولة تفشيل محكمة الاستئناف وطبعا متورد فيها إخواني طلع بيان اسمه القول الفصل الرجل آخر ليس حسن البنة تبع هذا بيان للناس وتبع ليسوا إخوانا وليسوا أي مسلمين يلوح بالعنف والله العظيم ويهدد الدولة وعنه خلاص وإلى متى وما تختبره إيه صبري وكل شيء عنده حدود باللغة هذه البيان مخيف مرعب وعنه في الأخي يعني يلوح بالقوة هنحرقها هنحرقها وبرضو ياستدع القرآن الكريم نفس اللعبة الدين يأتي إيه في السياسة وفي ألعب السياسة ما فيها حتى حوادث الإرهاب والإجرام نفس الشيء ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين آيات الشورى تقيل؟ جاب القرآن الكريم ترى هذه الطريق بالذات وهي طريق مشؤومة غير محمودة العقباء النبي سدها قولا وعملا تنظيرا وتنزيلا صلوات ربي وتسلمته عليه يقسم بالله شيء مذهل مذل هتقول لي ما فهمتش عارف هنوضح الآن قضية أن النبي في مكة ثلاثة عشرة سنة قتل من قتل وعذب من عذب وهجرتها الحبشة وحتى في الأخير جاءت هجرة المدينة هل سمح لأصحابه مرح في الدهر أن يثأروا لأنفسهم؟ أن يغتالوا؟ أن يفتكوا؟ وهل تظنون الصحابة اللي باعوا نفسهم لله ورسوله؟ يعني كانوا يترجعون حتى طرفت عين عن أن يفعلوها؟ لا يقتل من من قيض له وقدر له قتله ثم يموت ما بهمه هو شهيد أبدا لم يسمح لهم لا القرآن ولا رسول الله ودائما أمرنا بالعفو أمرنا بالصفح والقرآن نفس الشيء فاصفى عنهم وقول سلام وكذا باستمرار التعليل الإسلاموي لهذه الحالة تعليل ناقص مش هقول أكثر من هيك كالك لأن المسلمين كانوا قلة ومستضعفين ومستوحشين ولو استنعوا هذه الطريقة العنفية الصراعية الصدامية لربما اشتثوا من خضرائهم من عند آخرهم صدقنا صدقنا كلامات صح؟ لكن لم يقل لنا أحد من الناس طب ها هو رسول الله صلواته ربي وتسليماته عليه وآله أصحابه في المدينة المنورة صحيح؟ وهو الكل في الكل والقيادة العامة الروحية والعلمية والعسكرية والسياسية هو كل شيء زعيم الأمة وشاهدت المدينة حوادث كثير من المنافقين اللي شككوا في الدين وطاعنوا في الرسول وطاعنوا في عرضه وفي أمانته ومش هيكوا بس واحتقبوا والعياذ بالله جريمة الخيانة العظمى حين انخزل الملعون عبد الله ابن أبي بثلث وفي بعض الروايات بنحو نصف الجيش قريب من نصف الجيش خلينا نقول كحد عندنا ثلث بثلث الجيش يوم أحد ورجع بهم وأسلم الرسول بمن معه للمكيين خيانة عظمى أبدا لما الصحابة كان يعني تضيق وتحرص صدورهم يا رسول الله مرني فلأقتلهم دعني فلأضرب عنهم خذا المنافق ماذا يقول أتريدون أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه الله 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 معناها الآن عدم قتل لهؤلاء الكفار الذين ظهروا كفرهم وسجل عليهم القرآن بالكفر لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قرآن شيء رسول قرآن قالهم كفرت أنتم كفر لم يقتل أحدا منهم صحيح؟ وقال لا ما يقولوش الناس في في وضع داخلي السليم بدأ يصفي رجاله يصفي الذين خرجوا عن طوعه لا مش هيكوا بسات أجل تنظيريا النبي عندنا أحاديث بتحس أنت متعارضة بتحس أنت متعارضة متعارضة أحاديث من قتل دون نفسه فهو شهيد دون عرضه فهو شهيد دون ماله فهو شهيد يا رسول الله أرأيت إن جاءني أحدهم يريد أن يأخذ مالي قال لا تعطي لا تعطي ما هو قال فإن قتلني قال قاتله قال فإن قتلت وقال هو في النار فإن قتلني قال أنت في الجنة لا لا الإسلام يعرف العزة لا يعرف الدنيا والخوف والرعدة والجبن لكن هناك حديث أخرى أكثر من هذه الحديث تقول لك ستكون فتان ستكون أشياء كن كحلس كحلس دارك مثل هذا السجاد السجاد القديم اسمه الحلس قديم محطوط الأرض مرمي يقل الكل بدوسه خليك مثل السجادة القديمة ألزم بيتك ولا تخرج في الفتن في الفتن الواقف أحسن من من الماشي والجاعد أحسن من الواقف واللي في بيته أحسن من في الشارع أحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى خليك لحالك قال له يا رسول الله فإن دخل علي داري طب أنا قتل خلص ألقيت السلاح تركت جماعتي تركت حزبي تركت البقاتل وقعت لحالي ما بدي ما بدي أبو بدم أي إنسان بريئ فإن دخل علي داري أجوني حرب أهلية هذه قال له فإن خشيت أنا بيقول له إن خشيت أي بهركة شعاعه سيفي انتضى سيفه هكذا تبعرف إنسان عادي مترفع عن حياته يا روح ما بعدك روح وخشيت أن تكون منك يعني إردت فعل أيضا أنت إيه تنتضي سيفك وتضرب قال له فألقي عليك ثوبك اعمل هيك عشان ما تشوف يوضيك ضربة واحدة تموت شعيد أنت يبؤ بإثمك وإثمه أنت خليك كخير ابني آدم خليك مثل هابيل ليس مثل قابيل أجيك بعض الشباب يا حرامي اللي لم أسمعوا الكلام هذا ولا فهمه وقال لك كيف هو الكلام هذا من وين من وين روح وشوف الأحاديث كثيرة جدا لكن كيف ما النبي جعل من قتله ما أنت مش فاهم تعال طبق على النبي نفسه وحتفهم طبق على المرحلة المكية وعلى المرحلة المدنية وحتفهم الحكم في الحرب الأهلية والفتنة الداخلية شيء وفي الحالات الفردية شيء آخر صح واحد هيك حرامي لص جاء يعتدي علي لأن أعطيه الدني أبدا سأقاتل إلى آخر لحظة سأدفع عن نفسي بكل ما أستطيع حتى وأن صال فيها دماء أو زهقت فيها نفوس أنا ولا هو لا بأس حلو لكن هذه الحالات العادية الفردية والمجتمع المطمئن لكن لما تشتعل وتتأرث أني أنار حرب أهلية وفتنة داخلية ممنوع أن تشارك في الفتنة فهمنا يا إخواني شيخ البنة للأسف الشديد لم لم يلم بهذا الفهم ولا أشار إليه أفهمك أني أنا في الأخير كجماعة مسلمة استحوذ على الدعوة بالمعنى الكامل الشامل عند الحق إذا ضيقت وصدرت أملاكي وحلت جماعتي وأخذنا إلى الأسر وربما المشانق اندافع عن حالنا وتبدأ المذبحة إذن أسس العنف أيضا نعم نعم في بياناتي ورسائله وصانع طبعا الجهاز الخاص اللي هو مارس العنف وصف إذا ما قلنا الشخصيات العظيمة المهمة وهذه كانت مصيبة عظيمة جدا جدا ولا يذو بالله شايف كيف طيب إذن أنا قلت لكم هذا المنطق تبع عنه الوطن هو بقول عنا في حدود العقيدة يا أخي مقولة خبرية وطني وطني إنسان وطني وطني يعني الذي ولد في النمسا هنا مسلمين من أبنائنا وطنوه النمسا أبدا ولها في قلبي وحب ومكان هذا شيء طبي فطري والإبل على غلض أكبادها تحن إلى بلادها يا رجل الطيور تحن إلى أوكارها النبي خرج من مكة ثلاثمائة وستين صنم وزعماء الكفر هم إيه سدنت الشرك الوثنية وعلى الحزورة وقف على الحزورة وبكى بكى وقال والله إنك لا أحب بلاد الله إلى الله ولا أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت ويبكي وربنا في الطريق قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معا طب نقول له هنرجع ما تخافش هترجع وتفتحها وإنت معزز يحبها ما قالش لا طز في مكة بلد كفر ما بدي يا لا 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 البلد عزيزة أي أن كانت بلاش تجيبه مفاهيم زي هذه خطيرة مفاهيم خطيرة وضربت في الصميم طبعا وهذه مفاهيم ترتب عليها أشياء كثيرة يا إخواني ترتب عليها أشياء كثيرة رأينا من شباب الدعوة ومن شباب جماعة الإخوان من يرفع يديه ويدعوه ورأينا من دعاتهم أيضا وأكابرهم بس مش أماثلهم للأسف أكابرهم من يحلف ويدعو بأنك يا مصر بعون الله بعون الله جايكي وحيصير فيك اللي صار في العراق والسورية لا إله إلا الله معقول معقول والله هذا اللي حصل وكل تسجيلات موجودة إذا حتفوها شيء ثاني بس كلنا شفناها شيء لأنه عارف لي مفهوم الوطن غير موجود ما إله أي قيمة ما إله أي شيء كالكوطني العقيدة ليس صحيح في آية أخرى الحمد لله أنا أدمنت على أن أذكر بها وأنا أعرفها تزعج كل الإسلامويين في هذا الباب وتجعو طبعا السلفيين أصحاب الولاء والبراء واللي ضيقين جدا والعاطفين محرين المسألة العلميا ما هي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ إِسْتَنْصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِنْ إِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِيهِ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق وإن سنصركم في الدين اضطهدوا تم اضطهادهم تم تعذيبهم أنصر أخاك حتى لو لم يكن شيء من أهل البلدة ليس من أهل المدينة في بلدة ثانية في قبائل مضارب عشيرة أي شيء لكن في استثناء خطير مخيف إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاق المواطنة لديهم جنسية للمدينة ليس من أهل المدينة لكن مؤمن على طريقة حسن البنة أخونا في العقيدة صحيح والعقيدة هي الوطن العقيدة هي الوطن أريد أن تدافع عنه لآخر نفس كأنه أيضا ابن المدينة القرآن قال لا القرآن قال هذا كلام غير صحيح وكلام غير عملي وغير سياسي ويشتغلش بورص الدولة في أشياء كثيرة الدولة عندها تحالفات عندها معهدات شفت كيف القرآن عظمى فالقرآن قال إذا هذا المسلم المُطهد في دينه مُطهد في دينه ليس عشان شيء ثاني في دينه إذا كانت طهد من الناس بينكم وبينهم ميثاق لا ما مستعد أنت أنك تخسر الميثاق وتخسر كل شيء من أجل واحد ما هاجرش ليش ما هاجرش الهجرة إياه مكانت واجبة كانت واجبة يجب أن يترك مضاربه ويأتي للنبي ويهاجر بماذا انقضعت الهجرة بفتح مكة لا هجرة بعد الفتح وإذا استنصرتم فانصروا فهذه الآية مع آيات الديار وديارهم وديارهم كلها ترد على الشيخ حسن البنة أن حدود الوطن هي العقيدة غير صحيح الوطن حدوده معروفة وهذه مقولة خبرية لا تستطيع أن تنسفها ولا أن تشكك فيها فضلا عن أن العالم المعاصر أنت الآن تركيا لا تريد أن تركوا هذه وحتى لأنك خوام الإسلاميين أعضون جنسية ولك لا 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 يستطيع أن تقوم بالبساطة هذه تريد أن تقعد وتعمل استثمار وتقعد كذا أو تكون حالة خاصة أو البرلمان وكذا لا يستطيع أن تقوم بالدولة هذه نعطيك هكي جنسية لا يوجد أن تتكلم هذا تتعلم منه لا يوجد منه دول منطقة حديث منطقة الدولة شيء ثاني تمام وبعدين عنده كلام ثاني لا يريد أن نتحدث عنه لا